التساء صباحا بتوقيت القاهرة السابع بتوقيت جرينينش مجوز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أعرب المنصق العام للحوار الوطني ديارة شوان نيابة عن مجلس أمناء الحوار الوطنية أعرب عن شكره وتقديره إذا اتلقيه خطابا من رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي يحوي ردودا على الأسئلة والاستفسارات التي أعدها المحور الاقتصادي للحوار الوطني ولجانه وذلك لوضعها أمام المؤتمر الاقتصادي مصر 2022 وللنظر فيها وطرح ما يرى من مخرجات بشأنها وأشار رشوان إلى أنه تم تحويل هذه الإجابات لمجلس أمناء الحوار الوطني لمناقشتها خلال جلسات محور الاقتصادي نظمت تنسقية شباب الأحزاب وسياسيين جلسة نقاشية بكلية التربية في جامعة المنوفية حول الحوار الوطني شهدت الجلسة الاستماع إلى الطلاب ووجهات نظرهم ومقترحاتهم وذلك ضمن سلسلة فعالية تنظمها تنسقية شباب الأحزاب وسياسيين بمختلف أنحاء الجمهورية حول محاور الحوار الوطني الذي دعا له رئيس الجمهورية وطرح طلاب الجامعة خلال اللقاء عددا من الموضوعات منها مشكلة الكتاب الإلكتروني والتأهيل اللازم لمواكبة متطلبات سوق العمل وأوضاع التعليم الفنية أعلن نائب المتحدث بإثم الحكومة الفيدرالية الألمانية فالفاجانج بوشنر أن المستشار الألماني أولاف شولتس يشارك في مؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ قب 27 في شرم الشيخ وأضف المسؤول الألماني أن شولتس سوف يشارك في طاولة النموستديرة حول الاتثمار في مستقبل الطاقة الهيدروجين الأخضر أعلن وزراء منظمة الدول الأفريقية المنتجة للنفط ووضع رؤية موحدة تتماشى مع الموقف الأفريقي المشترك فيما يتعلق باستغلال المحروقات من خلال الاتحاد الأفريقي لتقديمه في مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ قب 27 بشأن تغير المشيخ جاء ذلك خلال انطلاق عمل الدورة العادية الثالثة والأربعين من مجلس وزراء منظمة الدول الأفريقية المنتجة للنفط وأكد وزراء منظمة الدول الأفريقية المنتجة للنفط دعمهم لجميع الجهود البشرية الرامية إلى مكافحة مخاطر تغير المناخ مع التأكيد على الحاجة إلى استخدام التقنية الجديدة التي تسمح باستخدام الوقود الأحفوري مع الحد الأدنى من البصمة الكربونية أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن أحدث تقرير الوظائف عن شهر أكتوبر الماضي يؤكد أن تعافي الوظائف لا يزال قويا وقال بايدن أن إضافة 261 ألف وظيفة جعل معدل البطالة لا يزال منخفضا بصورة تاريخية عندها 3.7% مشددا على أن التضخم هو التحدي الأكبر لإدارته وأوضح الرئيس الأمريكي أن هناك خطة لخفض الأعباء والتكاليف خاصة بالنسبة للرعاية الصحية والطاقة أعلنت السلطات الإقليمية في فنزويلا أن انهيارات أرضية وفيضانات ناجمة من الأمطار الغزيرة قتلت ما لا يقل عن سبعة أشخاص في ولاية ساحلية بشر فنزويلا ولقي ما يقرب من 80 شخصا مصرعهم في البلاد في الأسابيع الأخيرة بسبب الأمطار الغزيرة بما في ذلك 54 شخصا في انهيار أرضي في أكتوبر الماضي ونشأت السلطات ألفا من عمال الإنقاذ والمتطوعي في مدينة أندو أتيوجي الساحلية سجلت الصين 3837 إصابة جديدة بفيروس كورونا من بينها 657 إصابة مصحوبة بأعراض و3180 بدون أعراض وقالت لجنة الصحة الوطنية في الصين أن العاصمة بكين سجلت 37 حالة مصحوبة بأعراض و5 حالات بدون أعراض مقارنة مع 32 حالة ظهرت عليها أعراض و6 حالات بدون أعراض في اليوم السابق ولم تسجل البلاد وفيات جديدة لتظل الحصيل عند 5226 حالة وفاة ختم المجزئات تاسعة فاصل ونحض لحضركم باستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر